اولا هاد الویکند علاش غادي يكون حاسم ما غاديش يكون حاسم علاش لانه احنا كان الناس كيهدروا على انه حاسم لانه حسبو منهار بدا لو الخمس ايام او الاسبع ايام ديال الانكوباسيون يعني باش نفسر اوضح يعني الفيروس ما كيتخل جسم الانسان ما كيتظهر العوارض الا من بعد خمسة ايام حتى العشرين يوم اللي كانت والان اصبحنا كنتكلمو كيبقى حتى التلاتين يوم غادي يقدر يعطي اعراض فالان احنا كنشوفو كتزاد الحالات يعني غادي تبقى هاد زاد الحالات اللي كانت اعرفو عليها لانه ما كانت استوش احنا بزاف المغرب ما كان ديروش تشخيص لكل شي الناس على الحالات اللي مش كوك في عندها بعض اعراض ولي كتفيها كتجاوب على واحد اللي نرم اللي غف اللي زليمون اللي عاطينهم دونك هادوك اللي عاطينهم كيشوفوش عندهم هاد الاعراض لكان زاد الاعراض كنديروهم التست ما كانش تعارض مكيدوش التست اذا كنشوفوغ الناس يدخلص عندهم اعراض فاذا قلنا هاد الويكاند وهاد يومين يعني مهمة وغد تحد المصيد المغرب يعني مبعد دين ما غنبقاون ديروه لهم غد يكون اخطر ابدا فهاد الناس كان لاتظهر عندهم عوارد فهاد الايام كان لاتظهر مبعد كان حتى اللي تعادى اللي تعادى اليوم اللي تعادى غدا ولي تعادى ما تب نسبة للحاجر الصحي ما كيتباش النتجة دياله ده بخص على الاقل واحد جزت سيمانات على الجزت سيمانات باش كنقولو لدورة موين يعني ربعتاش اليوم خمستاش اليوم تقريبا ديال لما جوريتي اللي غتكون بنت فيهم اللي باش يكون لكانت عادى باش يبنت في اعراضي ما بينش وما كتزادوش لعدد كو بوزيتيف كنقولو الحاجر بدك يعطي النتجة دياله وهاليك لكوغ بلي كتكون طالعة كتولي كتنزل دان هاد شي ما يحددش المصير ديالنا اللي غيحدد المصير ديالنا هو الى تبعنا هاد الحاجر بصفة يعني منظمة ودقيقة جدا الحاجر هو صعيب بسيكولوجي هو يعني اه اه ساكريفيس يعني تضحية تضحية كبيرة اللي كانت طلبو من الواطنين وهات تضحية خستة تبقى ولا غتتمشي يعني غتضيع الى ما كمناش وما تبعناش مزيان وما احترمناش حال مثلا كنقالسين في الدار كنخرجوا في اوقات وما كناخدوش الحتياتات على برده فبحالي ما كنديروش يعني وخاك نزيلو كنضيعو ذاك تضحية ديالنا اللي خصنا نعطوها قيمة ونتبعوها ونحافظو عليها يعني احنا مضحيين خصنا نضحيو بصح ونبقاو بصح ونبقاو متابعين هاد الحجر اللي طلبتوا السلوطات صرنا غادي تحت الى احنا كنا وعين الى تبعنا اشياء كثيرة معلومة بعض المهان كتبقى مهمة وكتبقى واجبة ويمكن لناش نحجر كل شي الناس في المنزل ديالهم لكن خصنا نحتارمو هادك الوسائل باش ما نخليوش هاد الحد ديال الفيروس ينتشار حليش هاد الفيروس اللي بغدا نقولو بل لنا صعيب وما كقدرناش نتعاملو معاه بسهولة لانه فيروس جديد هو اللي كيدفينيش نيا البنديمي يعني وباء هاد الوباء اللي جانا هاد الوباء هو حيث الفيروس ما كيكونش جسم الانسان تعود عليه ما عندوش واحد دفاع عليه وخصوصا ان هاد الكورونا هاد جديد كينتشر بكترة مش من الفيروسات الفتاكة ابدا هو من الفيروسات الاكثر انتشارا وما عندناش العالم ما عندوش الانسانية ما عندهاش هادوك الجيوش ديالها اللي هما المناعة اللي كيدفعوا لكل شخص ما يخليوش يتزاد تما انهو ني غاد يمكن نولفوه من بعد ولو يرجع ما حافينش فوقوش يرجع من بعد بحل سوفهم ديال بحل قريب لكن بعد يرجع ما هيعطيش هاد المشاكل كلها لكن خصوصا تغلبوا علي هاد الشي في الاول علاج لاناني كتزاد العدد الحالات كتزاد العدد ديال النسبة ديال الحالات اللي هي خطيرة ولي هي صعبة ولي كتتقلك هيل جميع المستشفيات جميع الطرق اللي العلاجية اللي موجودة حاليا اشتركوا في القناة